إلى جانب الاعتصام السلمي والانخراط في الاحتجاجات المشروعة ساعة القائمون على لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة إلى خلق شراكة مجتمعية من خلال تبني القضايا الإنسانية المختلفة والوقوف في وجه كل التحديات السياسية والاجتماعية ففي اليوم الذي أصبح فيه فيروس كورونا حديث الساعة والمهدد الحقيقية لحياة البشر بدأت لجنة الاعتصام السلمي في تبني البرامج والحملات الوقائية والتوعوية للمواطنين كان أخيرها الإعلان عن تشكيل لجنة طوارئ مشتركة لمواجهة الفيروس نتابع الأمور وأيضا نناقش الوضع بشكل عام والتنسيق مع السلطات المحلية والصحية والأمنية فيما يتعلق بقضايا الدخول والمنافذ وهذا وأيضا لناقش في الغرفة التجارية عملية التموين واستقرار التموين والمحلوقات وجمع التبرعات في الحساب الذي يفتحها لأخر المحافظة رئيس لجنة الاعتصام السلمي دع المواطنين إلى الحد من التنقلات وأخذ الحيطة والحذر بالإضافة إلى اتباع التعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية يضيف كالشات أن لجنة الاعتصام ككيان وطني تقوم بدور محوري في التصدي لهذا الفيروس والمساهمة في كل الجهود الهادفة إلى الوقاية منه السلطات المحلية والأمنية بدورها شددت إجراءاتها بالمنافذ البرية إلى جانب توفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة لفرق الطوارئ وهذا سيمكنها من تنفيذ مهامها في الأيام المقبلة لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة وضعت كورونا ضمن أجندتها انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية فمنذ بداية إشهارها لم يقتصر دورها على إقامة الاعتصامات أو الانخراط في الاحتجاجات السلمية فحسب بل سعى القائمون عليها إلى خلق شراكة مع المجتمع وتبني همومه وقضاياه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة